ومن جديد يسعد صباحكم بكل خير أكيد نكمل معكم برنامجنا ونسعد دائماً بمتابعتكم أننا عبر الإي بي تي في وعبر لايد سليمينج على صفحتنا على الفيسبوك بل لشنا هلأ باستضافاتنا معكم لليوم وأكيد أغلبنا عم بعاني بالبات في هذا العصر من قلة النوم من إضطرابات النوم ما منعرف ننام نميح ما منعرف ناخد جودة النوم الصحيحة حتى لو ننام ساعات طويلة نومنا بيكون متقطع غير مريح كأنه كاينين نبذل مجهود كتير كبير وإحنا نايمين فمنقلنا مكسرين تعبنين مزاجنا سيء مرهقين مش قادرين نقوم بمهامنا اليومية بطريقة صحيحة وهذا صار فعلياً هو كنا نسميه اضطراب العصر ومرض العصر اللي كلياتنا منعاني منه ما بتشوف واحد بتحكيله أنا مش نايم إلا ساعتين مثلاً كدك أوف من سمعت أنا نص ساعة نايم أنا مش نايم ولا ثانية أنا إلي 24 ساعة مش نايم إلي 30 يومين مش نايم فصارت زي صباق وتحدي رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر وبسعدنا أن يكون مانا دكتورنا العزيز جداً الدكتور أشرف الصالحي استشاري الأمراض النفسية نتحدث أكثر عن اضطرابات النوم شو أسبابها وكيفية علاجها بسعدنا وجودك مانا دكتور يسعد صباحك يا ربك رواحكم شعيد شرفنا وردكم وفق الموضوع يالله يسعدنا بدنا ننام دكتور يعني من أهم الأشياء ماذا أحكي لكم كم نحكي في الموضوع يومياً نحن في شغلنا وفي عادتنا زي ما نسميته اضطراب العصر فعلاً يكاد لا يكون إنسان إلا عنده مشكلة صحيح شو هو اضطراب النوم واختلالات النوم اضطراب النوم عشان نعرف ونعرف شو النوم الطبيعي أصلاً فأي خروج عن الطبيعي في موضوع عدد ساعات النوم أو نوعيته أو حتى نحكي بناءه للنوم عنده بناء معين خروجه عن الطبيعي نسميه اضطراب وهذا مرض له قسمه الخاص في الأمراض وأكثر من تخصص في التعامل معهم من الطبي النفسي وطبي العصاب حتى أمراض الصدرية لديهم تخصص لأن العلاقة بالتنفس ومجرى التنفسي يسمونها اضطرابات النوم وحتى لدينا مختبرات لدراسة اضطرابات النوم يذهبون إلى مستشفى ويقعدون بنام ويقومون بأجهزة معينة ويقصوا فيهم كيف نوم ونوعيته وذبذبات الدماغ وبناء عليها يظهروا تشخيص معينة طيب دكتور أول اضطراب النوم نقدر نعرف اضطراب النوم أو اختلال النوم وهل كل حدا ممكن يكون معرض لهذا الموضوع؟ الاختلال هو أن خروج النوم بنوعيته أو كميته عن الطبيعي مما يؤثر على حياة ونوعية هذه الحياة للشخص الذي نتحدث عنه وطبعا مرتبط بالفئة العمرية المختلفة نحن نقول أن نحن نعم ساعات معينة لكل فئة عمرية لها ساعات معينة بالعلم ليس في رأينا الشخصي هناك أشخاص يأتيون في السائل وينام إنه حال 10 ساعة في اليوم فهو يحب أن ينام لكن بالنسبة لعمره بين 18 إلى 60 سنة ينور مرتبعه من 6 إلى 8 ساعات هو يحب أن ينام ساعتين زيادة عن الطبيعي هو حر، لكن هذا هو زيادة عن حاجته هناك أشخاص تحت الـ 8 إلى 5 سنوات نحن نقول بـ 8 إلى 18 لـ 10 إلى 12 ساعة الأطفال وتحت الخمس سنوات بدوم 12 ساعة نوم على الأقل حتى تخيلوا البيبي لما يطلع بنام تقريبا من أصل 24 ساعة بنام 20 ساعة يعني كلما كان عدد سنواتنا أقل نحتاج نوم أكتر والنوم مرتبط بأشياء أكتر من المتوقعة احنا مرتبط بالنمو مرتبط بأنه انت قديش نشاطك تاني يوم بتركيزك مية بالمية حتى بسمنتك وأمراض أخرى من مضاعفات نحن ممكن نحكي عنها لزمانة موحدة كويس لأ معانا وقت دكتور طب اليوم شو الأسباب اللي بتخلينا مثلا ما ننام أو إن يصير في عنا أتراض النوم بحب أن نبلش دائما إحنا نفهم الطبيعي قبل نفكر بمرض يعني قديش نحكي لنا نحن حكي بسيط بس في إشي اسم ثقافة ونظافة النوم نظافة النوم لازم يكون النوم ننظيف يعني ننتبه إنه في عادات معينة نستخدمها نيحة للنوم وعادات سيئة للنوم من أشهرها مثلا إنه إحنا نروح ننام إحنا مش نعسانين هينتبهوا عليها النقطة وكأنه النوم إنت كبسب إنت بتخيل في مخاك كبسبك مثلا لازم أنام بينما لو فهمنا مفهوم النوم إنه هو حاجة مش رغبة صح إنت إذا جعان توكل لا أه توكل شبعان لا طب إذا إنت جسمك مش نعسان طب إحنا مش دائما مش نعسانين ومشكلة وين الصبح من كنا نعسانين طول النهار نعسانين مش شايفين قداما و بالليل نصح صح بالليل بتقلب عنا الدنيا مهيبة وهي تفسيرها إنه لو ميجي وقت الليل إحنا خلص نتخلص من واجباتنا ومسؤولياتنا فمنهدى شوي فمنصح صح فالاسترس هو بخلينا عسانين منهرب من يومنا كأنه بينما النوم الصحيح إنه لما تحتاج أنت تنامي قاعدة اسمها في مصطلح النوم ونظافته دعي النوم يطلبك وتدلل عليه إحنا من نروح نكبس الكبسة وتنكبسج لما تروح تنام إنت خاوة تدخل في صراع مع الأرق الأرق بيسوي قلق القلق بيسوي أرق تدخل في دائرة مغلقة يعني عذاب فعلا هذول الساعتين يعني أحنا هلأ المطلوب إنه إنه إحنا ما ننام أو ما نفوت على تختنا إلا لما نكون عن جد نعسنين إحنا بحب العامية بسموها النعاوسة طلقت النعاوسة تبعتك أجلتك النعاوسة الساعة عشر في الليل ضحي في أجل السهرة عشان نومك جسمك وصحتك نروح ضحي فيها خلاص إلغي سهرتك وروحنا فلما تنعس ربي تروح بتنام إذا رحت وإنت مش نعسان هون المشكلة بتصير عشان تنظم نومتك في الليل إحسن نصيحة تصحى الصبح مدري يعني عشان تنام صح إذا تصحى صح الناس محبوا يصحوان راحتهم ويأخذ جسموا شيء بينما هي بدك ستعشر ساعة تقريباً من وقت استيقاظك عشان تنعس مرة ثانية هيك بحسبوها الناس الوقت المثالي للصحوة عشان أنا أصبط نومتي وأخذ جودة الناس فأنا بحب دائما أشوف الأمر بشكل طبيعي أهل زمان لم يكشف كهرباء كيف كان يناموا؟ يناموا على غيبة الشمس ويصحوا على صحوتها وهذه فعلياً هي المرتبطة بالبيولوجيا تبع جسم الإنسان لن أخبر الناس أن ناموا ساعة ثمانية ولا كان الدكتور يريد أن يحرمنا من حياتنا لكن الليل أساسه هو النوم والنهار أساسه الصحيان هناك ناس يأكسوها وهذه الناس لم يناموا ثمان ساعات وعشر ساعات بعكسه حياتهم مزاجهم حتى يكون سيئة جداً ومن أهم علامات بعض الأمراض النفسية مثل اضطراب المزاج هناك القطب أن يكون نومنا فيه سيئة حكناها الحلقة المرضية الجوزة حكناها دكتور اليوم اللي ينام بشكل متقطع يعني أنا بتصيب لي النعوسة دخلت نمت رجعته صحيت وأحياناً يصبح الناس يحس لأنه جسمه مرهق بده ينام عقله شغال صحيح رحنا نضافة النوم عشان أجاوبك على سؤالك النوم ممكن يكون فيه مشاكل في بدايته في منتصفه وفي نهايته بداية النوم هي أكثر مشكلة فيها الأرق البداية فيه أرق المنتصف اللي يصحى في النوم هذا له مشاكل خاصة فيه أرق النهاية اللي يصحى قبل ما يصحى ما معيده كل واحدة من هدول المشاكل إلها أسبابها لكن في شكل عام قلنا نحن الأسباب الطبيعية أسباب العضوية اللي ممكن كمان أنه ينقص ببعض الهرمونات أو المعادن أو الأملاح أو زيادة هرمونات الدرقية مثلما أشهر المشاكل بالدرقية اللي واحد يبطل يعرف ينام لما تزيد ولما تقل يصبح ينام يتخيله حتى هرمونات لما نستثن الأسباب العضوية والأسباب الطبيعية زي ما حكينا نفكر بالأمراض النفسية من أشهر هالقلق الاكتئاب التفكير الزايد مخك إذا يفكر 24 ساعة يتعلم كيف يتعامل مع مشكلة التفكير لكي نعرف النام هذه هي الأشياء نضع يدنا على الوجه شوية هذه هي الأشياء التي نعلم كلنا التفكير الزايد أو التفكير الجدًا مفرط لدرجة أنك حتى لو تكون هلكان وتعبان ونعسان وباذل مجهودة كبير تكتر التفكير والأفكار تشوشك وتخليك أنك لا تستطيع تنام كلما تضع رأسك على المخد الأفكار تهجم عليك أكثر كيف أستطيع التعامل مع هذه الأمور السؤال هو لماذا نفكر لما ننام؟ لا أحد أفكر فيها قبل هيك؟ لا لماذا نفكر قبل أن ننام؟ لماذا نفكر وإحنا صاحين؟ نحن نفكر وإحنا صاحين نهرب وإحنا صاحين نهرب نفكر كمان افهموا الهروب كمان هو ميكانيزم الدفاع عشان نحن لماذا نواجه الواقع علموا المخ وآمنوا أول شيء أنهم مخكم بإيدكم ليس المخ على كيفه يشتغل بيلعب ليس نحن عفوا في حديقة حيوانات وبينطنطوا الأفكار لا المخ تبعنا في إيدنا نحن نتعلم ما نحكي مع مخنا قبل ما ننام ليت سينا ننام الساعة 11 مثلا أنت بتحكي لمخك يا حبيب الساعة 10 نقعد نفكر في الكوكب والمجرة ويوم القيامة ما نفكر مع بعض بتقعد وتفكر من العشرة لعشرة نص 11 ولكن تخلص تقوله خلصنا تفكير هلا بنروح من نام إذا بتقعد وتفكر فك كرة واحدة صغيرة بقى بموتك كأنك تعود مخك وتبرمجه ماذا نتلع فاصل؟ ماذا نتلع فاصل؟ نتلع فاصل الدكتور من بعدها نتلع نحكي عن إطراب النوم خليكم معنا رجعنا معكم مشاهدينا طبعا ورجعنا حتى نكمل مع الدكتور أشرف الصالح الحديث عن إطرابات النوم شو اللي بخلينا ما نعرف النام والدي مهم اليوم أنه نعرف هاي القصة حتى نقدر نصحتان يوم مودنا منيح أمورنا تمام مية مية كنا نحكي عن كيف النوم بتقطع في النهار مثلا أو في الليل ينعكس علينا تاني يوم صبح وطاقتنا هناك ناس يصحون في نص الليل أكثر من مرة فهذا كمان يعتبر من جودة النوم السيئة أو أنه عدد ساعات النوم المتقطعة هاي كأنه يأخذ قضمات من النوم وليش يصحون في نص الليل فكنا نحكي أنه في أسباب عضوية وكنا نحكي أنه حتى من الأسباب النفسية شائعة جدا يعني القلق تقريبا 80% من مراجعين العيادات معهم قلق نفسي وهذا القلق النفسي من أعراض وقلة النوم فأسباب النفسية القلق التفكير الزايد الاكتئاب واحد عنده مثلا مشكلة عالقة لسه ما حلها الصدمات الصدمات النفسية من أهم علاماتها الطرابات النوم صدمة موقف صار معك قبل 20 سنة يمكن وما تجاوزته لحد الآن بيظلوا عندك مشكلة في النوم لو ما أخذت مهدعات ومنومات أنا كيف نعرف هذا المرض عنده مشكلة أدوية المنوم التقليدية ما بتنيمه بتحس أنه مخه تقيل مع أنه ما له على الأدوية ولا له على أشياء تانية بتنيم فرغم أنه بأخذ إشي قوي وما بينام هاي بتقولنا إشارة أنه فيه إشي جوا مخه نعم هو بيحاول يغطيه وكلهم بيحكوا لك تجاوزته وما تجاوزته بس هو النوم أكبر إشارة أنه لا لسه عقله الباطل شغال نعم طب أنا كيف بدي أتا أوصل لتكنيكي اليوم اللي أقدر أنا أحسن فيه جودة نومي أخفف من هاي الأفكار وهاي الهواجز وهذا التوتر وهذا القلق أحسنت أول شيء أصحى بدري بدو نعم كويس أصحى بدري بدري مش حولك أصحى خمسة وأربعة بس يعني لفترة الصباح هي أول ما تشأشى الشمس ساعة ساعتين بعدها هذا الأيديال تايم واللي بتعمله في الليل يا صديقي اعمله في النهار يعني إذا واحد مثلا بحب يقرأ اقرأ الصبح وهادي أصحى الصبح يشرب في الجهن الأهوة وحطها لك به البلكون وإلى مكان ويقرأ يعني ليش لازم في الليل صح اللول إليه هدوء أو إليه أية بس البريد يدفع ثمن السهرة في الليل عن جودة النوم وطاقته وتركيزه وتاني يوم فتاني إشي الرياضة تخيل 10-15 مينتس بس بدناش إحنا رياضة تتسلق الجبال وتزلج على الجليد بدنا بس 10-15 مينتس من وقتك ماشي ماشي سريع شوي كتير بحسن جودة النوم نظامنا مع الأكل قبل النوم ثلاث ساعات أربعة ساعات هي آخر واجبته كلها لسه في بطنك فيه إش يجرب كل منسة في اليوم عبل بطنه وتشوف أحلامك وكوابيسك يعني كأنه الدم لأنه منطقيا الدم بيجعل المعدة عشان يهضم بطل روح المخ فالمخ بسر وصل له شوي الدم بس ببلش لك هون يهوجس وتسويه نوعية النوم لها علاقة بالغرفة كل واحد فينا بيسأل حاله شو الظروف اللي بتناسبه فيه أشخاص بنام بجو بارد الناس بحبه هدوء تام الناس بحبه بضوء صغير بالغرفة هاي على برضه بساطتها ما تحملوا فيها إذا ضو ضرب في عينك وانت نايم حتى وانت مسكرها حيأثر على جودة النوم تبعتها لمخدد الإحرام للحاف كل هذا مهم في موضوع النوم ثم انه ننام نحاول نحاول دايما في نفس الفترة الزمنية وهي بسموها الساعة البيولوجية تبعتنا الساعة البيولوجية تبعتك انت لها وقت تدخل فيه اللي داوم في مكان دايما بصحفيه نفس الوقت مثل العسكريين أنا كنت تنييرز بحياتي الأولى بالشغل كانت عسكري فإحنا دايما نصح نفس الوقت بتلايك نومك لحاله بتنظم تكتنام نفس الوقت حتى لما تطلع من الخدمة بتظل نومك منتظم بتظلك زي ما انت بشعر بيولوجية طيب دكتور خلينا نروح للأدوية لأنك أنت ذكرتها قصة الأدوية وكبان في عيدة ماضية بدي أوجه لها تحية عيدة بتقول انه يعني هي ما عم تعرف تنام وممكن نومتها هذي تبعت القيلولة هاي الظهر بتنام لك نص ساعة بتقول لك أنا حاسة أنه هي اللي عم بتأثر عليها ما عم بعرف أنام وبتسأل عن الأدوية المنومات وماذا الأدوية العلاجية المنوم هل فعلا الجسم تعود عليها بعد فترة؟ الأخطر نوم نومها نحن نوم اللي بعد الساعة أربعة تقريباً خمسة بعد العصر يعني إذا أجي وقت العصر وبعده ممنوع النوم العصر يعني أنت بتحكي ماكسيم ساعة خمسة؟ يعني أربعة خمسة أي شيء بعد هذا النوم يعرف أنه بالضرورة سوف يدمر نومة الليل لونها نص ساعة نعم فإذا أنت منعوس ومش قادر وكذا حاول قبل هذا الوقت وحاول أنا بشبهها للناس عشان توصل مخهم كيف الكعكة اللي بتحطها بالشاي إذا طولت فيها شو بصير بتوقع صح فدهك تغمس حالك في النوم وتطلع بسرعة يعني نص ساعة ماكسيمم ماكسيمم خمسة واربعين دقيقة هاي صحيح ما حط أعطيك الراحة والإشي بس هي عشان أنت تكسر الناس خلص يعني يرجع مخك صح صح شوي وتصحالك بعدها ساعة ساعتين كرانكي ومزاجك مش منيح بس بتكسب نومة الليل نحن نحكي عشان نظبط نومتنا في الليل والكافيين الناس كتير بتستهين فيها جماعة بعد الساعة ستة اللي عنده مشكلة في النوم ما يشرب ما يشرب أهوة كافيين تعني أهوة تعني شاي تعني مشروبات طاقة تعني بيبسي تعني ايش ما بدكم من الأشياء اللي فيها كافيين انتبهوا إلى حتى الشاي الأخضر ناس ما بعرفون أنه فيه كمان كافيين فبعد الساعة ستة والجسم حساس جداً بكل الاندونوم فيه ناس بيجي بيحكي لي يا دكتور انا بشرب فنجانين قهوة وبنام انت مش الطبيعي انت الأب نورمان انت الشذوذ عن القاعدة القاعدة بتقول إنه هذا الدواء الكافيين مكون فيه فيه أنواع أدوية بيكون فيها الكافيين موجود كمان ينتبهوا منها مثلاً مش دعايات أو إشي بسمنادول الأكسترا أخذ حبتين منه كأنا شربت فنجان قهوة كبير وهذا بصح صحيح بالنسبة للأدوية نحن نبدأ نحن نحكي على الأشياء الناتشرال فيه عندنا سيليكشن من الخيارات العشوبية الطبيعية سونج نايت اللي هي مثلاً أدوية عشبيات تساعد على النوم هاي لطيفة وما عندنا مشكلة فيها حبة حبتين بيخدوها ما بالضرورة ميلتونين نأتي بعدها على هرمون النوم الأساسي اللي بنيمناك هرمون النوم اسمه ميلتونين هذا آمن حتى لفئات عمرية صغيرة وكدواء استخدامه يعني بكون أحسن ما نأخذ لفئات عمرية صغيرة يعني أي عمر بقدر يأخذوه؟ ممكن يأخذوه من ثلاث إلى أربع سنوات تحت الإشراف الطبيعي مع النصيحة إذا فيه مشكلة بس لأنه جرعاته كويسة وفيه عندنا هلأ صار في أردن سيليكشن كتير مختلف من خياراتنا موجودة فيه بالتاخل ثلاثة شهور ستة شهور بعدها بتوقف حسب جرعة المريض حسب وزنه وحسب عمره بعدها نروح على الأدوية اللي هي مش مهدئات يعني في عندنا لسه مجموعة أخيرة هي المهدئات اللي بدأت وصفة طبية أشراف طبية لسه ما حكينا عنها في الماء الأدوية المتوفرة بالسوق اللي بتنيم زي الباندول نايت أشهرها أو مضادات الحساسية هلأت بسوي إدمان؟ هلأت بسوي إدمان بس الإدمان اللي بصير معهم عندي الناس بسمو إدمان نفسي مش عضوي يعني تعلق فيه نفسيا هو اللي بنيمه مشهور بنيمي بطل الدوينيب هو إيش اللي بنيم في الباندول نايت وأشباههم مضادات الحساسية اللي هي زي مضادات الرشح الجيل الأول قديم بنيم أحسن ما نأخذ هيك نأخذ الأشياء الأولينية أما إذا كل هذا جربنا من روحها الأدوية اللي ممكن تساعدنا في النوم تحت إشراف الطبيب ويكون فيه تشخيص عشان نأخذها زي المهدئات اللي بدأت وصفة وهي استخدامها بيكون تحت إشراف الطبيب لها فترة معينة من عالج المسكة الأشاسية ليس من عالج النوم كأراض الأدوية تحت المنوم مثل الباندول مثلا النات هذا هو ليس يعمل إدمان نحن نتعلق فيه نفسيا إذا لم أخذت الحبة لا أعرف هذا لا يسمى إدمان الإدمان يجب أن نحتاج جرعة زائدة من الدواء حتى نحصل على المفعول السابق أو عندما نوقف الدواء يصبح معنا أراضي انسحابيه مع مجموعة سلوكية أخرى لكن هذا الدواء يعمل إدمان هذه الأدوية التي ذكرتها لا تفعل أي عراض انسحابيه جميل جدا يعني نحن 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 وللأسف في فئة الشخص الذي تريده واخده يصحى و apprenticeship و ينام و يكراه و يكراه و أشياء هذا الشخص فرح أهم تضعنا نفس جودة النوم أو تنيمنا؟ هل يتفضلت هذه الأدوية التي تفضلت فيها في أدوية خاصة بالنوم نفسها في أدوية خاصة مضادة للأحلام والكوابيس حلوة كل مرحلة من مراحلة النوم الأربعة لها مادة معينة بتعمق فيها يعني ما بتخلينا نحلام ولا نتكوباس طب حلوة عشان تكتبين ليال مضادات الأحلام والكوابيس هاي طب دكتور إيش مضاعفات بس آخر سؤال يعني إيش مضاعفات أمراض النوم إذا إحنا ما علجناها شو هاي المضاعفات أمراض النوم أهمها مشاكل القلب أهمها السكري أهمها الضغط أهمها حتى الزهايمر والمشاكل الأخرى فيه فالنوم الزايد له أثر سلبي والنوم القليل له أثر سلبي فإحنا نحاول أن نأخذ الكواليتي اللي كويسة نأخذ الساعات الكافية ما نستسهل النام كتير حتى الناس اللي بيناموا نوم قليل الأسبوع بدهم يعوضوه بنهاية الأسبوع كمان هدول ما يزيدوها شوية النوم صح بريح الجسم والعائل بس ما بدنا نعتبره أسلوب هروب أنا بشوف كتير من المراجعين أنه بنامي كتير بسأله بقول لي أنا بكون دائما نعسام بس نحكي شوي بقول لا وهو أنا بعد ما فكرت بكلامك هو أنا بهرب من الواقع بالنوم يعني لا أعمل إيش ما بدك بس مش تكتر بموضوع النوم تخيل القلب تبعنا لما ينام الإنسان بنزل عشرين نبضه تقريباً إذا كان بنبضل واحد تمانين طبيعي هو صاحي لما ينام بسير ستين هلأ هذا منيح ولا مش منيح؟ إحنا لما نلعب برياضة شو منسوي؟ نزيد نبض القلب لما تلعب بالجم عشان نصير مية وعشرين وعشر عشان الكارديو بسموه صح؟ 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 طب لما إحنا نسوي عكس الرياضة فإذن إحنا منقذ قلبنا إذا نمنا كتير صح؟ فلا بدنا إحنا كتير ولا بدنا إلي بدنا عدد ساعاتنا المناسبة بالعلم شو تحكوها؟ طبعاً زي عدو نائس فروقات شخصية النوم حاجة نؤكد عليها هي حاجة وليس هي متعة أو أو يعني خلني حكي رغبة إذا شبحتها بالأكل أو الشرب لما تكون عطشان اشرب لما تكون عسان نعم لا تجبر حالك عن النوم وإلا أنت اللي بتخسر ما في حدا أقوى من الأرق الأرق بجور أرق بجور قلق بدخله في دائرة مغلقة فننفهم أنه مهم وبس النصيحة كما الأخيرة إذا أنت مانمت كمان ما تسوي لنا إياها نهاية العالم وتخاف بكرة راح تتمشي وتدعثر على الأرض ومش مركز وإشي النوم مهم بس كمان في ناس أد ما هو النوم بالنسبة لهم مقدس بسمعهم مرض للنوم هاجس يعني إذا صارت الساعة 10-11-12 منامش بدخل في توتر شديد وكل المشكلة بتكون في عقله إنه شايف إذا ما أنام تاني يوم حسر كارثة عادي عادي يعني أنا طبيب كنت في حياتي أنام بفترة مرة معينة بالمستشفات من التدرب إحنا هون نشبك يومين مع بعض صح تاني يوم ما بكون عاديل 8-70% من تركيزك بس تقدر تستمر فيه أما اللي خايف بأنه إذا ما نمش تاني يوم مرتعب بأنه هذا بحذاته مرض عشان الدوام هو مرض عشان الدوام عشان مسؤولياته بكي بدأ روح أنا مصحصح كي بدأ أكيد هذا الهاجس بجوزة اللي بحكر فينا مزبوط، نحن هاجس مخيف ومؤلم بس أنه ليس لدرجة أنه يصبح مرض يعني صدقاً فيه ناس بيجو إذا ما نمتش الصبية مثلاً نوبات هلع وقلق ويصبح بكرة تشعرها ويستجي ساعة النوم، هي خلقت المشكلة بطريقة فكراتنا للنوم صح يعني هيدا تنام موقت معين خاوة ولا النوم هو حاجة وبدأ خايفة تاني يوم بصير معها كارثة فإذا الفكرة النوم هي المرض تبعها غير الفكرة برجع الإنسان كويس يعني الدكتور أشرف صالحي يطود معك النقاش ويحل وأيضاً إلا لقاشات تانية، إلا لقاءات تانية إن شاء الله استشار الأمراض النفسية كنت معنا كل شكراً على حيات المعلومات القيمة شكراً لك دكتور رح نتلع بفاصل صغير من بعدها بنرجع خليكم معنا